السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علي السيد حبايبي طلبة وطالبات الصف السنة الاعدادي ان شاء الله في الفيديو ده نرجع مع بعض مقرر شهر فبراير للوحدات السبعة والتامنة نبدأ بالسؤال الاول الهو الديالوج complete the following diالوج اكمل المحادثة التالية دايما عنا على السطر الاضاحي اللي هو قبل المحادثة مهم جدا سما اسكس علا سما بتسأل علا some questions بعض الاسئلة about computer games بشأن انعاب الكمبيوتر سما بتبدأ المحادثة بسؤال بتقول can i ask you some questions ممكن اسألك بعض الاسئلة فعلا ردت باجابة ثم سما قالت سؤال لازم نعمل كده في الامتحان نقرأ المحادثة كلها الاول فعلا قالت in my view احنا اخذنا في المانها كلمة view تسوي opinion معناها رأي تسوي ايه opinion يعني رأي يبقى في رأيي طبعا ليها معاني تاني زي مثلا منظر او مشاهدة او هكذا في رأيي not all computer games are bad في رأيي مش كل الالعاب الكمبيوتر سيئة طيب سؤال من سما اجابته because some of them لان بعضا منهم can help you to learn things بتساعدك في انك تتعلمي حاجات do you think it is a good idea هل تعتقدين انها فكرة جيدة to play games انك تلعبي العاب late at night في وقت متأخر بالليل فعلا قالت حاجة ثم سما سألت سؤال should it be a problem هل هي مشكلة if i only play هيكون في مشكلة لو انا بلعب العاب هادئة quiet calm games in the evening في المساء فعلا قالت لها اجابة طيب نرجع من الاول سما سؤالها can i ask you some questions ممكن اسألك بعض الاسئلة دايما الاجابة عليها حتى في العربي تفضلي ايوا تقداري وهكذا يبقى of course بالطبع أو go ahead مثلا انطلقي ابدأي تفضلي sure you can yes you can كله صح ثم بتسأل سؤال اجابته in my view في رأيي not all computers أو computer games are bad يعني في رأيي مش كل العاب الكمبيوتر سيئة يبقى سؤالها do you think computer games are bad هل تعتقدين ان الالعاب الحاسب أو الحاسوب سيئة فقيت لها مش كل الالعاب ففي سؤال من سما اجابته because لان some of them can help you to learn things يبقى ليه انت بتعتقدي ذلك يبقى why do you think so حد يقوله طبعا مستر ممكن اقول why aren't all computer games بقيت ليه مش كل الالعاب بتاعت الحاسب سيئة صح اللي تنصح why do you think so أو التاني سما بتقول do you think it is a good idea هل تعتقدين انها فكرة جيدة نلعب العاب في وقت متأخر بالليل لا طبعا الناس نايمة وكده فنقول ايه مثلا no it is not a good idea at all لا دي مش فكرة جيدة على الاطلاق no it is not a good idea at all no it is not a good idea at all سما بدأت بسؤال بتقول should it be a problem اه 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 هناك مشكلة في مشكلة ولا نعبت مثلا بهدوب الليل وكده وكده طبعا عنها دي مفيش مشكلة فتقول no it is a good idea to do so او ممكن اقول no problem ونخلص no problem يعني مفيش اي مشكلة خلاص كلها اجابات سليمة ننتقل لسؤال القطع not all people think the same الناس مش كل الناس بتعتقد نفس الشيء about shopping online التسوق على الانترنت some people بعض الناس think shopping online is great يعتقدون ان التسوق على الانترنت عظيم they think it هم يعتقدونه اللي هو it اللي هو مين التسوق على الانترنت خلي بالكم عشان هيسأل على it they think it يعتقدون ان التسوق على الانت it saves time يوفر الوقت because they don't spend much time ان احنا مش بنتطار او هما مش بيضطروا انهم ايه يقدوا وقت كتير much time traveling في السفر to the shops الى المحلات and ممكن traveling انت رجبها الانتقال او يعني ان نروح المكان مش شرط معناها السفر and they can stay at home and buy anything they want in a few minutes وممكن يقعدوا في البيت واشتروا اي حاجة عايزينها في خلال دقائق دقائق وليلة they think that يعتقدون ان they have many choices اننا دام الكثير من الاختيارات online على الانترنت in their view في رأيهم shopping online التسوق عن نت will make less cards هيخلي في عربية وليلة on the streets في الشوارع so there will be less pollution عشان كده هيكون فيه تلوث اقل on the other hand على الجانب الاخر some people do not think the same بعض الناس لا يعتقدون نفس الشي يعني مش مع التسوق عن نت يعني ضده يعني احنا قلنا في المنهج for حاجة يعني يؤيد الشيء ده against يعني ضد الشيء ده against they don't like shopping online يبقى الناس دول against shopping online they say they always have a wrong delivery هما بيقولوا دايما الطرد اللي بيصل لهم التوصيل اللي بيصل لهم بيكون خاطئ يعني اي منتج غير اللي طلبوا when they shop online عندما يتسوقون على الانترنت كلمة shop هنا مش معناها محل تفير معناها يتسوق they don't like to waste time مش بيحبوا يضيعوا الوقت waiting في الانتظار for a delivery انوا يستنوا delivery او التوصيل they prefer to try things هما بيفضلوا انهم يجربوا الحاجة يجربوها كده هناك في المحل and see materials ويشوفوا المواد اللي هما يشتروها هدي before buying them قبل شرائها رقم واحد بيقول the underlined word view كلمة view اللي تحتها خط they can be replaced by يمكن استبدالها باي pollution تلوث لا opinion رأي تمشي material يعني مادة خام ما تجيش shopping يعني التسوق برضو ما تجيش يبقى الإجابة opinion احنا قلنا view تسوي opinion معناها رأي او وجه النظر اتنين بيقول if more people shop online لو المزيد من الناس يتسوقون على الانترنت the streets will be less not الشوارع هتكون أقل ايه cleaned أقل نظافة أقل شهرة أقل تلوث أقل شيوعا طبعا الإجابة underlined pronoun الضميرة اللي تحته خط it refers to احنا قلناها وإحنا نقرأ القطعة يشير إلى التسوق على الانترنت يبقى shopping online رقم 4 بيقول give a suitable title for the passage اعطي عنوانا مناسبا للقطعة عنوان مناسب ما فيش أنسة من shopping online تسوق على الانترنت حتى تحتها بيقول ماذا تعتقد فيه ما رأيك في التسوق على الانترنت يبقى بيتكلم على التسوق تمام كده وبالتالي الإجابة واضحة جدا يعني إجابة سؤال الرابع موجودة في السؤال الخامس طب رأيك ايه بقى في التسوق على الانترنت انت حر ممكن تقولها من القطعة I think it is great it saves time أو تقول I think it is not good مش كويسة طالما قالك do you think يبقى براحتك بس الأفضل تجيبها من القطعة عشان ما تغلطش I think it is not good I prefer going to shops رقم 6 بيقول where can you stay while shopping online دي من القطعة بقى انت تقدر بتقعد فين وانت بسوق على الانت هو قالها at home صح يبقى we can stay at home طيب نيجي بقى السؤال القواعد والكلمات الاختياري رقم واحد بيقول I have a new phone معي التلفون جديد that has a or not لديه نقط جديد أو هنا ما يوجد فيش كلمة جديد لديه نقط to help me يساعدني do my homework اني اعمل الواجب بتاعي ترى motorbike دراجة نارية ولا app تطبيق ولا wing يعني جناح ولا headphone يعني سماعة اذن أو سماعة رأس طبعا الاجابة يبقى app تطبيق يبقى app هنا معنى ايه تطبيق برنامج على الكمبيوتر أو الموبايل رقم اثنين بيقول he can speak different note هو يقدر يتكلم ايه مختلفة such as french مثل الفرنسية and german والألمانية دول ايبقى لغات يبقى languages على طول مش books كتب ولا inventions اختراعات والأيديا الافكار يبقى لإجابة languages لغات languages رقم ثلاثة من نقط means very bad سيء جدا horrible فضيع تمشي nice ده العكس معنى نطيف أو جيد amazing مذهل interesting مثير أو شيق يبقى الإجابة horrible يبقى horrible تساوي very bad تساوي terrible terrible ماشي terrible معنى ايه معنى فضيع أربع some people feel worried بعض الناس يشعرون بالقلق when they cannot know of their phones لما يقدروش ايه بقى shake يهزوا تلفونهم مش جاية كمعنى bake يخبزوا تلفونهم wake يستقزوا تلفونهم أو يوقزوا تلفونهم check يفحصوا هواتفهم اللي هو خلاص أدمن كل شوية عايز يفتح الموبايل ويبص على الفيس والواتساب والكلام ده كله خمسة نقط products like milk مثل اللبن make our body strong تجعل جسدنا قويا يبقى منتجات daily يومية dairy البان تمشي diary مفكرة مفكرة أو مذكرة أو مذكرة يوميات ولا little صغير ما تجيش يبقى الإجابة dairy products dairy products معنى منتجات واتفقنا اني dairy d-a-i d-a-i dairy معنى مشتقة الألبان وكده لكن diary d-a-ya i-a diary معنى مفكرة يوميات ستة our food should contain طعمنا ينبغي أن يحتوي على إيه بقى protein أيوة تمشي vitamins فيتامينات أو vitamins اللي تنصح في النط تمشي برضو وود يعني خشب ما تمشيش يبقى الإجابة تبقى A and B إليها protein and vitamins seven بيقول many sweets الكثير من الحلوة or not نقط ليست فقط نقط كذا for us أو ليست نقط for us من أجلنا bad سيئة ما تجيش هو بيقول are not ليست يبقى الحلوة الكثيرة ليست جيدة يبقى good for us terrible فضيعة يسألينها مشوية useless معنى غير مفيد عكس useful رقم تمانية والمصدر احنا اتفقنا من ضمن استخدامات will والمصدر مش going to المصدر will والمصدر future facts يعني حقائق مستقبلية خاصة العمر والأرقام وبيقول ابنها يكون عنده تمانس يبقى will والمصدر تقول لي هي يبقى will يا مصدر يقول لك خلي بالك فين المصدر فين المصدر ما فيش يبقى هي will والمصدر عشرة نقط drink many fizzy drinks not في حاجة اسمها not drink لا لو عايز يقول لا تشرب احنا اخدنا don't ومصدر don't ومصدر معناها جملة ايه جملة امر منفي او بالعرب اسمها ناهي لو بدأنا بمصدر ثم تكملة جملة يبقى دي امر مسبت صح طيب هنا بقى لو قلنا نط ما فيش اصلا don't temshi صح don't temshi طب don't drink لا تشرب الكثير من المشروبات الغزائية يبقى الاجابة صح ما ينفحش نبدأ الجملة بdoesn't ممكن اقول he doesn't او لو بدأنا بها تبقى سؤال doesn't he come today او ايان كان didn't نفس الكلام وبالتالي اجابة don't طيب ننتقل لجزئية اخرى من الاختيارات رقم واحد بيقول would you like not more beans would you like some قلنا some تيجي في ايه تيجي في السؤال لا السؤال اللي استفهام لا اللي هو غرضه الايه المعلومة لا لكن تيجي في الوفر اللي هو العرض والريكوست اللي هو الطلب العرض زي عزم على حد وهكذا زي دي would you like some more beans يبقى هنا في اوفر في عزومة في عرض ماشي lot عايزة اصلا في اخطاء غوية a lot of صح طب lot of عايزة a طب lots عايزة of كده كده دول اخطاء غوية رقم اتنين بيقول نقط the salad with the omelet طبعا كلنا عارفين الاملت اللي هو البيض وكده المعمول في الزيت وكده طيب في عندنا نقط وفي افعال serve serve ينفع ابدأ الجملة بفعل في اس لا نبدأ بمصدر عشان يبقى ايه عشان تبقى جملة امرين صح زي serve اهي serve يعني قدم احنا اخدنا في المانة عن كلمة serve معناها يخدم او يقدم الطعام والشراب يقدم طعام او شراب تمام كده طيب فتمشي دي serve ده سعلا تقدم الصلطة واذا امنت يعني قدم الاملت ومع صلطة فتمشي طب ليه ما اقولشي ما تقدمش ما تقدمش الصلطة مع الاملت هتبقى don't serve هتقول لي فهتبقى بيه عندي اجابة لا ركز ركز معايا في دي في serve المفروض don't بعدها مصدر يبقى هنا خطأ لغوي ما تجيش شفتوا الخدعة دي يبقى don't serve مش don't serve ده وبالتالي اجابة تبقى serve زي ما اتفقنا هنا ايه هنا امر مثبت نبدأ بالمصدر وامر من في don't والمصدر رقم 3 نقم the butter الزبدة in the frying pan في طاست الالية ناو دلوقتي طاست التحمير wait a minute استنى دقيقة يبقى قال له حطها دلوقتي ولا ما تحطاش دلوقتي ما تحطاش دلوقتي ما تسخناش دلوقتي لو قلنا heat مش هتركب كمعنى heat the butter يعني سخن الزبدة في طاست الالية دلوقتي استنى دقيقة مش جاية صح يبقى ما تسخنش الزبدة يبقى don't heat يبقى الاتنين موجودين اخترنا ليه don't heat ما اخترناش المصدر اللي هو heat عشان تبقى امر مثبت عشان معنى الجملة رقم 4 بيقول a or an نقط can be green يمكن يكون اخضر red احمر or yellow اصفر اللي هو مين pepper فلفل ولا diet نظام غذائي ما تجيش omlet اللي هو البيض المعمول في الزيت ما تجيش الomlet spinach السبانخ ما تجيش تمام كده يبقى الاجابة pepper اللي هو الفلفل ممكن يكون اخضر او احمر او اصفر رقم 5 your not is the kind of food هو نوع الطعام that you eat everyday اللي انت بتاكله كل يوم اه يبقى دي اسمها نظام غذائي او الغذاء diet diet لكن work يعني عمل exercise تمارين رياضية homework واجب منزلي رقم 6 I don't put any salt on my food because I don't like noot food انا مش بحط اي ملح على الطعام بتاعي لاني مش بحب الاكل الايه هو بيقول مش بحب الاكل اللي نقط اللي مفوش ملح يبقى المالح تمام يبقى الاجابة salty يعني مالح سبعة بيقول السموسة دي واجبة السموسة واجبة السموسة have لديها ايه بقى فيجيتابات خضرات ايه spicy حرقة او متبلة بس طبعا هنا معناها حرقة زي الففل مثلا careless مهملة او مهملة bright يعني براقة fast سريعة لا طبعا الاجابة تبقى spicy حرقة تمانية watermelon اللي هو البطيخ watermelon معناها بطيخ is very sweet حلو جدا and نقط وإيه it contains a lot of juice وفيه عصير كتير يحتوي على الكسير من العصير يبقى juicy juicy كسير العصير والعصار صح لكن سلط يعني مالح منجيش allergic من فكار allergic معناها لديه حساسية وقلنا ممكن تاخد حرف to بعدها ولو جبنا فعل قبلها تبقى verb to be مش verb to have spicy معناها ايه متبل او حرق تسعة if we don't want to use sugar لو احنا مش عايزين نستخدم السكر عشان نخلي الاكل نقط بنستخدم السكر عشان نخلي الاكل ايه حلو وقلت لسويت يبقى السويت معناها حلو والمزاق طيب رقم عشرة my grandparents always اجدادي دائما نقط lunch الغداء in the dining room في غرفة الاكل في غرفة الاكل المكان اللي بنكل فيه at four o'clock حد يقول لي بيجهزوا الاكل اوه تجهز الاكل بيكون في المطبخ وغير كده لو انا اخترت prepare طب ما انا عندي make نفس المعنى make و prepare لما ييجي بعدها واجبة معناها يعد الواجبة دي اه يبقى تبقى دوية مفيش حاجة اسمها do lunch في الانجليزي مفيش مفيش خالص يعني serve بقى هنا معناها يقدم تمام كده يبقى لجابة يقدم الغداء في غرفة الطعام 11 those tomatoes الطماطم دي are too big كبيرة جدا you need to note انت محتاج انك نقط them into small pieces يبقى تقطعهم الى قطع صغيرة يقطع يعني beat معنى ايه يهزم للاشخاص او يخفق للبيض مثلا يخفق البيض يضرب البيض كده في طاس او كده ماشي ما تجيش heat يعني يسخن ما تجيش chop يقطع fry يقلي طبعا اجابة chop يقطع الايه الطماطم دي اللي قطع صغيرة 12 do you prefer to boil or not your eggs هل تفضل ان تسلق boil يعني تغلي تغلي البيض او تسلق ولا تحمر هو المفروض تبقى fry يعني انا شايف تقليه مثلا في زيت fry مش جاية بها فموضة ميش غير heat لاني wash يغسل يعني ازاي انت بتفضل انك تسلق ولا تغسل البيض مش جاية touch تلمس serve تقدم مش جاية صح وبالتالي اجابة heat السخن بس كان احلى fry اللي هي فوق دي معناها ايه fry معناها تقلي البيض في زيته كده 13 put the eggs in the bowl كلمة bowl معناها سلطانية طبق غويد كده تمام اه حط البيض في سلطانية and not them with a fork بشوكة كده تمام تعمل ان البيض بقى تضرب البيض تخفق البيض يبقى الاجابة تبقى heat sorry beat 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 معناها يخفق البيض او يضرب البيض اللي سعي لنا فوق هنا لكن hit يضرب ويخبطوا يعني يضربوا بلوكامية كده ما تجيش fry يعني يقلي chop يقطع 14 i'm not very hungry انا مش جعان جدا but i'd like not on cheese بس عايز جبنا ايه قليل امه مش جعان جدا لو سمحت طب cheese اسم يعد ولا يعد لا يعد وبالتالي مستحيل a few ولا many صح وانا عايز المعنى قليل مش a lot وغير كده a lot عايز اوف يبقى الاجابة تبقى a little وقلنا a little مع الاسم اللي ايه الذي لا يعد معناها قليل قليل ايه الكمية بالمناسبة تيجي مع الاسم الذي يعد little بس بمعنى صغير الحجم او السن رقم 15 not you like a sandwich فقال له thank you شكرا لك but i'm really full انا شبعان جدا اه يبقى بيعزم عليه من فاكر would you like على طول تعبير على بعضه would you like ده بنعزم على حد اتود طيب سؤال الرابع بيقول would you like نقط لسه اهلها would you like اتود يعني هو انت عاوز نقط تي يبقى some t some a t يبقى اجابة some if she is لو هي مريضة she should not a doctor قلنا is مضرع بسيط should دول مصدر يبقى تبقى see don't don't جملة نهي او امر منفي بتكون don't والمصدر يبقى don't arrive late لا تصل متأخرا if you have a lot of money if you have مضرع بسيطة اهو يبقى الناحية التانية will والمصدر او should والمصدر بس السؤال هنا ايه مش على كده السؤال على ان في سؤال عندنا هنا فالسؤال الطبيعي بنبدأ بشد اول ثم الفعل فنعكس you will تبقى will you طب نتأكد من معنى لو انت معك فلوس كتيرة هل سوف تشتري سورة جديدة انا في السليم خلاص المعنى سليم يبقى انا في السليم طيب my sister cooked نقط pasta and rice هو pasta و rice الشيء تعد لا تعد وبالتالي نختار الحاجات اللي بتمشي مع اللي لا يعد لو كثير يبقى much لو قليل تبقى little او little تمام كده طيب طب ما ممكن اجيب a lot of هل يقول a lot of تيجي مع اللي اتنين يعد او لا يعد اللي اتنين صح يعد او لا يعد تمشي يبقى انا لو قلت a lot of صح لو قلت much صح ولو قلت little برضو تمشي على فكرة اتنين طالما المعنى ماشي خلاص اتنين نقط وقال لك to add يعني انت ضيف يبقى المعنى مقصود ضيف يعني ضيف a little salt القليل من الملح الى الشبس يبقى عايزين امر مثبت بيبدأ بمصدر الفعل يبقى عندك نفي هلصر تيجي في النافي مستحيل اما اللي يجي في النافي any على طول يعني ما كنتش لأي ماية في التلاج طب حد يقول لي ماتش تمشي هنا بس اتفقنا ان مع اللذي لا يعد ومين مع اللذي يعد ممكن يجو في الجملة المنفية بس هنا مش لايقى قوي ماشي طيب يبقى هنا لو حد قال لم تمشي بس ضعيفة شوي يعني انا مش لاقي ميا كتير في التلاج عادي والله يتمشي اربع مصطفى ايتس مصطفى بيأكل healthy snacks في فنجيب قليل مع اللذي يعد لها افيو حد يقول طبعا انا ممكن اقول mini تمشي صح صح بس هنا جايب قليل يعني المعنى مقصود قليل ماشي poor معنى صب يعني صب الميا صب او حاجة زي كده يعني سقط البيض في طاست الالية and نقط eat in the butter بيقول صب عندك يبقى جملة امرية pour the eggs صب البيض و اطبخ يبقى محتاجين برضو مصدر زيها كأنها جملة جديدة جملة امرية cook it اطهي in the butter في الزبدة اشوفكم على خير ربنا يوفقكم في الامتحان ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته